خمسة الناتج المحلي الإجمالي الإسمي والحقيقي بالنسبة للناتج الإسمي بنقول أنه حاصل ضرب الكميات المنتجة بصفة نهائية في أسعارها السوقية ولكن في الحقيقة أن تغير الأسعار في السوق من وقت الآخر جعل هذا المقياس مقياسا غير دقيقا لذلك نلجأ دائما إلى حساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والناتج الحقيقي هو حاصل ضرب الكميات المنتجة بصفة نهائية لسنة معينة في أسعار سنة الأساس يبقى الفرق بين الاسمي والحقيقي أن الاسمي بنضرب الكميات في أسعارها السوقية بينما الحقيقي بنضرب الكميات في أسعار سنة الأساس المؤشر اللي بعد كده بنقول مخفض أو مثبت الناتج المحلي الإجمالي وهناك من الاقتصادين من يسمونه مكمش الناتج المحلي الإجمالي المخفض أو المثبت أو المكمش هو عبارة عن نسبة الناتج المحلي الإسمي أو نقدي إلى الناتج المحلي الحقيقي مضروبا في 100 فبنقول أن مخفض الناتج المحلي الإجمالي بساوي الناتج المحلي الإجمالي الإسمي تقسيم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ضرب 100 ويمكن أن نلاحظ أن ناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يمكن أن نحسبه بطريقة أخرى غير التي تبع يعني ذكرها من منذ قليل نحن قلنا الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أو الناتج الحقيقي بشكل عام بيسوي الكميات لسنة معينة ضرب أسعار سنة الأساس طيب في طريقة أخرى ممكن أن نأتي بها للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من خلال الناتج المحلي الإجمالي الإسمي نعم ممكن أن نأتي بالحقيقي من خلال الإسمي كيف الحقيقي الناتج الحقيقي يسوي الناتج الإجمالي الإسمي الناتج المحلي الإجمالي الإسمي ضرب أسعار سنة الأساس تقسيم الأسعار في سنة المقارنة يبقى فيه طريقتين عندنا عشان نحصل على الناتج المحلي الحقيقي إما أن نضرب الكميات لسنة معينة في الأسعار بتاعة سنة الأساس هنحصل على الناتج الحقيقي أو أن نحصل على الناتج المحلي الحقيقي من خلال الناتج الاسمي نفسه من خلال ضرب هذا الناتج الاسمي في أسعار سنة الأساس وتقسيم الأسعار في سنة المقارنة طيب نأخذ الآن مثال لتوضيح ما تم ذكره بالنسبة نبص على المثال كده عندنا سنتين سنة 2009 وسنة 2010 في سنة 2009 عندنا الكمية وكيو واحد وفي سنة 2010 الكمية كيو اثنين والسعر عندنا في 2009 بي واحد والسعر في 2010 بي اثنين وعندنا بنفترض جدلا أن عندنا سلاسة سلع فقط هي الأرز والسكر والضقيق وعلى اعتبار أن سنة 2009 هي سنة أساس وسنة 2010 هي سنة مقارنة المطلوب مننا دلوقتي ايه؟ المطلوب ان احنا نحسب أو نوجد مخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي طبعا في البداية عشان نجيب مخفض الناتج المحلي لا بد أن نحسب الناتج المحلي الاسمي في البداية ثم نحسب الناتج المحلي الحقيقي بعد ذلك طبعا الناتج المحلي الاسمي لسنة 2009 دي هو واضح من العمود والناتج المحلي الاسمي لسنة 2010 برضو واضح في العمود رقم 2 طبعا دلوقتي لو حبينا نشوف الناتج المحلي الاسمي للأرز مثلا فهو دلوقتي تطلع ب5000 ازاي يطلع ب5000 طبعا انت لازم نبقهم بضرب البي واحد في الكيو واحد طبعا البي واحد اللي هي كان بالزبط البي واحد اللي هي 10 في 500 يبقى بيساوي 5000 طيب ويه التسع تلاف بتاعت السكر جات ازاي نضرب ال30 البي واحد في الكيو واحد اللي هي 30 في 300 تسع تلاف طيب وبالنسبة للدقيق اللي هي الناتج المحلي الاسمي في 2009 3000 دي جات ازاي 3000 نضرب العشرين اللي هي البي واحد في الكيو واحد اللي هي 150 يبقى 20 في 150 تدينها 3000 طيب يبقى ايه المجموع الناتج المحلي الاسمي كله لسنة 2009 طلعا 17000 طيب نبص بعد كده لناتج المحلي الاسمي لعام 2010 برضو للارز والسكر والدقيق بنفس الطريقة يبقى البي اتنين في الكيو اتنين البي اتنين اللي هي اتناشر في ستمية هنحصل على سبعة تلاف ومتين ثم اربعين في اربعمية هنحصل على ستاشر الف ثم خمسة وعشرين في متين هنحصل على خمس تلاف بتجميع الناتج المحلي الاسمي للارز والسكر والدقيق هنحصل على الناتج المحلي الاجمالي الاسمي اللي هو 28200 يبقى ده طريقة الناتج المحلي الاسمي ان احنا بنضرب الاسعار في الكميات للسنة المعنية سواء كانت سنة 2009 او في سنة 2010 فتطبيق مباشر ليس فيه يعني اي غموض اما بالنسبة للناتج المحلي الحقيقي في سنة 2009 اللي هي سنة الاساس هنفترض ان هي سنة الاساس هي بالزبط زي الناتج المحلي الاسمي في 2009 اللي هي برضو سنة الاساس فلو نلاحظ في النهاية سبعتاشر الف الناتج المحلي الحقيقي في سنة الاساس وهو سبعتاشر الف برضو نفس القصة الناتج المحلي الاجمالي الاسمي في سنة الاساس فالناتج الاسمي والناتج الحقيقي يتساويان في سنة الأساس وذلك لعدم تغير الأسعار فبي واحد كي واحد برضو هنا بي واحد كي واحد طبقنا القاعدة هنا حصونا على 17 ألف طبقنا القاعدة هنا تماما نفسها تماما حصونا على 17 ألف فالناتج المحلي الحقيقي في سنة الأساس هو نفس الناتج المحلي الاسمي في سنة الأساس لعدم تغير الأسعار طيب أمال إيه القصة؟ قالك في سنة المقارنة بيحدث بيحدث الاختلاف بين ناتج الحقيقي والنتج ليس. إزاي بص معي في سنة المقارنة اللي في المثال بتاعنا 2010. إن القانون بتاعنا إيه? البي واحد في الكيو 2. طيب لما يجي أضرب دلوقتي البي واحد. لما يجي أضرب البي واحد في الكيو 2. يبقى عشرة في 600. ها عشرة في 600. هحصل على كام? على 6000. طيب بعد كده آآ بي واحد في الكيو 2. مضرب 30 في 400. هحصل على 12 ألف. بعد كده لما يجي أضرب 20 في 200. هحصل على 20 في 200. هحصل على 4000. لما يجي أجمع دلوقتي اللي هو 6000 زائد 12000 زائد 4000. هحصل على الناتج المحلي الحقيقي اللي هو 22000. مع اعتبار مع ملاحظة القاعدة مختلفة. بضرب الكميات بتاعة 2010 في سعر سنة الأساس. هذا هو الاختلاف بين الاسمي والحقيقي. الاسمي والحقيقي. الحقيقي بتضرب في سعر سنة الأساس. أما الاسمي كنت بتضرب في سعر السنة اللي احنا بنتكلم عنها. بضرب كمية 2010 في سعر 2010. أو كمية 2009 في سعر 2009. ولكن الناتج المحلي الحقيقي. بنضرب أسعار سنة الأساس في الكميات الخاصة بالسنة اللي احنا بنتحدث عنها. اللي هي سنة المقارنة. اللي هي في المثال بتاعنا 2010. يبقى احنا دلوقتي بعد ما انتهينا من حساب الناتج المحلي الاسمي والناتج المحلي الحقيقي من الممكن أن نأتي بقيمة مخفض الناتج المحلي الإيه? الإجمالي عام 2010. ولكن قبل أن أأتي للناتج المحلي الإجمالي مخفض ناتج جد المحلي الإجمالي قبل أن أتحدث عن طريقة حساب المخفض بقول بشكل سريع انه كان من الممكن أن نحصل على الناتج المحلي الحقيقي بطريقة أخرى على النحو التالي. الناتج الحقيقي مثلا بالنسبة للأرز على حدة. احنا قلنا برضو في الجدول طالع بستةلاف أهلاو نراحز. طلع فين؟ الناتج المحل الحقيقي اللي قرص طلع 6.000. طيب في الطريقة بتاعتنا احنا بنقول ايه? ممكن نجيبه بطريقة تانية. ازاي? او بيساوي 7.200. اللي هو الناتج الاسمي. اهو الناتج الاسمي اللي هي 7.200. اضرب 7.200 ديت في السعر في آآ سنة اساس على السعر في السنة المقارنة. احصل على ال 6.000. وهي برضو نفس نتيجة اهيه. لو نلاحظ 6.000. طيب الناتج الحقيقي بالنسبة للسكر برضو بيساوي 16 ألف اللي هو 16 ألف اللي هو الناتج الاسمي في سنة 2010 هو الناتج الاسمي في سنة ناتج المحل الإجمالي في سنة 2010 هضربه في السعر اللي هو في سنة المقارنة 30 على 40 يساوي 12 ألف وهي برضو نفس النتيجة 12 ألف بنفس القصة بنحصل على الناتج الحقيقي بنسبة للدقيق اللي هو 5000 ضرب 20 على 25 بنحصل على 4000 وهي 4000 وهي برضو نفس النتيجة اللي احنا حصلنا عليها من قبل من خلال المعادلة البسيطة طيب في النهاية بقول إن مخفض الناتج المحلي لعام 2010 بيساوي طبقا للقاعدة اللي احنا ذكرناها من قبل الناتج المحلي الاسمي لألفين وعشر على ناتج المحلي الحقيقي لعام 2010 ضرب المية يعني بنقول 28200 تقسيم 22000 في 100 يعني بيساوي 128.2 فاصل A2 من 10 دعوني ما أعطي أعطي